الجزئية التانية بقى وده سؤال او ده عنوان كنا كان معانا فيه فقرة العنوين في بداية الحلقة نصف نهاية دور الابطال بدون جماهير حتى الان ولكن الجديد في هذا الشأن كلنا عارفين بتاريخ اتنين ستة قدامكم على الشاشة ده خطاب رسمي ارسلة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى الاتحاد التنسي لنادي الترجي التنسي بخصوص تحذير من لجمة الانضباط في الاتحاد الافريقي بتحذر نادي الترجي بخصوص الحضور الجماهيري في الفترة القادمة بعد ما حضر ما يقرب من حوالي الف مشجع تبقى للرقم الرسمي اللي كتبوا مرائب المباراة في التقرير في مباراة الترجي وشباب بولوزداد قدامنا على الشاشة هذا الخطاب ده تحذير من لجمة الانضباط بخصوص ان الحضور الجماهير الفترة الجاية اذا تقرر هيكون فيه عقوبات انضباطية بخصوص نادي الترجي اذا حضر جمهور الفترة الجاية طيب نادي الترجي عشان يخرج من هذه المشكلة ان المباراة غالبا طبعا بدون جمهور ولو حضر جمهور اكيد هيتم تدوين من مراقب المباراة حضور جمهور في هذه المباراة وهتبقى مشكلة لنادي الترجي التونسي في الفترة اللي جاية طب الوضع ايه؟ حاليا انا بقول معلومات مش بقول توقعات لكن بقول معلومات حاليا هناك اتصالات رسمية في تونس من قبل نادي الترجي التونسي مع ادارة الاتحاد التونسي لكرة القدم لمساعدة نادي الترجي في حضور جمهور في مباراة نصف نياء دوري ابطال افريقيا لقاء الزهاب على ملعب رادس يوم السبت 19 يونيو حتى هذه اللحظة لم يتلقى الترجي الموافقة الرسمية حتى هذه اللحظة لم يتلقى الموافقة الرسمية من السلطات في تونس ولكن تقدم بطلب رسمي لحضور الجماهير بعد ضغوط كبيرة جدا من الجماهير التونسية لمساعدة الترجي في لقاء الاهلي يوم 19 ستة امتى ممكن يتم حسم هذا الامر؟ قبل اسبوع من الان هيتم حسم هذا الامر لان بعد ما بتاخد الموافقة من السلطات ومن المسؤولين في تونس بيتم بارسال هذه الموافقة الى الاتحاد الافريقي وبيتكون فيه جولة مفاوضات اخرى مع الاتحاد الافريقي لتحديد العدد يعني مثلا هديكم امثلة الترجي التونسي مثلا طلب حضور 30% من ساعة استاد رادس بنكلف حوالي مثلا 25000 متفرج السلطات الصحية هتوافع على الرقم ده الاتحاد الافريقي لما بيجيلوا الخطاب بموافقة السلطات الصحية على حضور 30000 في ملعب رادس هل هتوافع على هذا الرقم ده هيكون في مشاورات واتفاقات خلال الفترة اللي جاي قد يتم الموافقة على حضور 30% وقد يتم تخفيض العدد الى 5000 وقد يتم الاتفاق على حضور 1000 مشجع فقط لكن الجديد في هذه اللحظات انا بتكلم معاكم هناك مساعي وخطابات رسمية لحضور الجماهير في ملعب رادس يوم 19 يونيو بين الترجي والاهلي في زهاب نصف نهائي دورة ابطال افريقيا عشان كده انا قلت في العنوان ولكن الاصل في المباراة بدون جمهور لكن كل دولة حسب قرارها الصحي هي اللي بتحدد حضور الجمهور من عدمه وفي النهاية الكاف بيفصل في هذا الامر والترجي اتخذ هذه الخطوة عشان لو دخل 1000 او 2000 مشجع في مباراة الاهلي تبقى لان المباراة بدون جمهور هنا هيكون في مشكلة والتحذير اللي اتبعت من لجنة الانضباط بالتأكيد هيكون في قرار قبل لقاء الاياب على الترجي اذا دخل جمهور بدون اي موافقات رسمية سواء من الاتحاد الافريقي او من السلطات في تونس لكن المعلومة اللي بنأكدها في هذه اللحظات هناك طلب رسمي لحضور الجمهور من جماهير الترجي في مباراة الترجي والاهلي الموافقة الرسمية خلال الاسبوع القادم وقبل موعد مباراة باقصر من اربعة ايام وسيتم مرسلة الاتحاد الافريقي في حال حصول الترجي على موافقة رسمية من السلطات الصحية لحضور الجماهير العدد هيكون في النهاية هو قرار الاتحاد الافريقي تبقى للاجراءات الاحترازية اللي هيخدها الترجي اذا حضر جمهور في هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر